السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعي ومتتبعات قناة فن وأنتيك مرحبا بكم في موضوع جديد وفي معلومات مهمة هذا الشريط سوف نتطرق فيه حول موضوع اللبان أو التقش المغربي أو باللغة العربية الكهرمان أصدقائي صديقاتي أتمنى لكم فرجة ممتعة ومرحب بكم جميعا أولا لنتعرف على الكهرمان ما هو الكهرمان الكهرمان هو رتنج متحجر من الأشجار السنوبارية المنقرضة والتي تشكلت قبل ألف السنين ولا يعتبر من الأحجار الكريمة المعدنية ولكن الكهرمان يعتبر من المواد النباتي العضوية وهو هش ويبعث رائحة الشجر السنوباري عند فكه باليد أو عند إحراقه أدقائي صديقاتي بالنسبة لألوانه ألوان الكهرمان فهو يتدرج بين الأبيض واللون الأصفر والبرتقالي ثم هناك أنواع من الكهرمان الأسود بالنسبة إلى الأماكن التي يوجد فيها الكهرمان يعني هناك مناطق متعددة فنذكر مثل الساحل البحر البلطيق الجنوبي وجمهورية الدومينيكان دولة سيقيريا، دولة رومانيا، دولة السوراليا والولايات المتحدة بالنسبة لإستعمالات يعني الكهرمان أو اللبان فهو يستعمل في مجموعة من الفنون وفي صناعة المجوهرات وحملة السجائر أدقائي صديقاتي متتبع متتبعات قناة فأن فن وأنتيك فبالنسبة للكهرمان فهناك نوع آخر يسمى الكهرمان الحشري لأن بداخله توجد أصناف من الحشرات مثل النمل وبعض الحشرات المنقرضة والتي تعود إلى ألاف ألاف سنين بالنسبة لفوائد الكهرمان أصدقائي صديقاتي فالكهرمان أو التقش المغربي يساعد على صعب الطاقة السلبية من الجسم ويعني يقوم بتعقيمه من السموم ويخفف التوتر والقلق والاكتئاب ويعالج الحرق ويعالج كذلك المعدة والطحال والكلي والمثانة والكبد والمرارة ويخفف من مشاكل المفاصل ويقوي الأغشية المخاطية فهو مضاد حيوي طبيعي متميز وكذلك الكهرمان نساعد على التأمي الجروح الذقاء صديقاتي بالنسبة لكيفية التعرف على الكهرمان أو كيفية يعني معرفته فسنقوم باختبار بسيط من خلاله يمكن التعرف عليه ببساطة فتابعوني أصدقائي إلى آخر الشريط أصدقائي صديقاتي نقوم بإحضار كوبين كوبين من الماء هنا مثلا كوب من الماء كما ترون أصدقائي صديقاتي هنا كوب من الماء العادي وهنا كوب يعني أضفنا له بعد يعني قليلا من الملح أصدقائي صديقاتي لمعرفة اللبان الأصلي يعني من مجموعة من المواد الأخرى التي تشبهه يعني فهناك كثير من الأشكال والمواد التي تشبههها فهي فقط مزورة فيقومون بتصويره بإضافة لمجموعة من المواد يعني والعيطر وإلى ما شبه ذلك ليشبه يعني اللبان ولكن هنا أصدقائي سنتعرف على كيفية يعني نقوم بتجربة لمعرفته أصدقائي صديقاتي مثلا نأخذ يعني اللبان التي يعني فيها شك أنها يعني كارمان أو تقش مغربي ونقوم بوضعها في الماء فلمة ماء ماء فقط وكما تلاحظون فهذه اللبانة نزلت إلى الأسفل نقوم بتغييرها إلى الملح كما تلاحظون أصدقائي نفس شيء وبالتالي أصدقائي فهذه ليست بي يعني كارمان أو اللبان الذي نتحدث عنه والذي هو موضوع هذا الشريط مثلا أصدقائي نأخذ هذه اللبانة نضعها في الماء الماء يعني العادي وكما تلاحظون أصدقائي فقد نزلت إلى الأسفل الآن سنقوم يعني بوضعها في هذا الماء الماء الملح هنا أصدقائي ترون أن هذه اللبانة قد سعدت إلى الفوق يعني طفت فوق الماء وبالتالي أصدقائي فهي لبانة وطقس المغرب حر يعني لبانة حر قديمة جدا عفوا أصدقائي فهي لبانة حقيقية كما تلاحظون وبالتالي أصدقائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه التجربة ومعرفة اللبانة الحقيقية فهناك الكثير من ما هو مزور ويعني ليس باللبان الحقيقي أصدقائي سيديقاتي شكرا لكم وإلى شرط جديد في قناة فن وأنتيك مع السلام أصدقائي ترجمة نانسي قنقائي